بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الثالث عشر من دروس تفسير سورة غافر للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الثانية والخمسين وما بعدها إلى الآية الستين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يقول الإمام في تفسير قوله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار قرأ ابن كثير وأبو عمر وابن عامر يوم لا تنفع بالتائه لتأنيث المعذرة والباقون يوم لا ينفع بالياء كأنه أريد الاعتذار واعلم أن المقصود أيضا من هذا شرح تعظيم ثواب أهل الثواب وذلك لأنه تعالى بين أنه ينصرهم في يوم يجتمع فيه الأولون والآخرون فحالهم في علو الدرجات في ذلك اليوم ما ذكرناه وأما حال أعدائهم فهو أنه حصلت لهم أمور ثلاثة أحدها أنه لا ينفعهم شيء من المعاذير البتة وثانيها أن لهم اللعنة وهذا يفيد الحصر يعني أن اللعنة مقصورة عليهم وهي الإهانة والإذلال وثالثها سوء الدار وهو العقاب الشديد ففي هذا اليوم إذا كان الأعداء واقعين في هذه المراتب الثلاث من الوحشة والبلية ثم إنه عز وجل خص الأنبياء عليهم السلام والأولياء بأنواع التشريفات الواقعة في الجمع الأعظم فها هنا يظهر أن سرور المؤمن كم يكون وأن غموم الكافرين إلى أين تبلغ فإن قيل قوله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يدل على أنهم يذكرون الأعذار إلا أن تلك الأعذار لا تنفعهم فكيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في سورة المرسلات هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون قلنا قوله لا ينفع الظالمين معذرتهم لا يدل على أنهم ذكروا الأعذار بل ليس فيه إلا أنه ليس لهم أو ليس عندهم عذر مقبول نافع ليس فيه إلا أنه ليس عندهم عذر مقبول نافع وهذا القدر لا يدل على أنهم ذكروه أم لا وأيضا فيقال يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون في وقت ولا يعتذرون في وقت آخر ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار يقول الإمام ولما بيّن الله تعالى أنه ينصر الأنبياء والمؤمنين في الدنيا والآخرة ذكر نوعا من أنواع تلك النصرة في الدنيا فقال ولقد آتينا موسى الهدى ويجوز أن يكون المراد من الهدى ما آتاه الله تعالى من العلوم الكثيرة النافعة في الدنيا والآخرة ويجوز أن يكون المراد تلك الدلائل القاهرة التي أوردها على فرعون وأتباعه وكادهم بها ويجوز أن يكون المراد هو النبوة التي هي أعظم المناصب الإنسانية ويجوز أن يكون المراد إنزال التوراة عليه ثم قال تعالى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب يقول الإمام يجوز أن يكون المراد منه أنه تعالى لما أنزل التوراة على موسى عليه السلام بقي ذلك العلم فيهم وتوارثوه خلفا عن سلف ويجوز أن يكون المراد سائر الكتب التي أنزلها الله عز وجل عليهم وهي كتب أنبياء بني إسرائيل التوراة والزبور والإنجيل والفرق بين الهدى والذكرى أن الهدى ما يكون دليلا على الشيء وليس من شرطه أن يذكر بشيء آخر كان معلوما ثم صار منسيا وأما الذكرى فهي الذي يكون كذلك فكتب أنبياء الله تعالى مجتملة على هذين القسمين بعضها دلائل في أنفسها وبعضها مذكرات لما ورد في الكتب الإلهية المتقدمة ولما بيّن الله تعالى أنه ينصر رسله وينصر المؤمنين في الدنيا والآخرة وضرب المثال في ذلك بحال موسى عليه السلام خاطب بعد ذلك محمدا صلى الله عليه وسلم فقال فاصبر إن وعد الله حق فالله ناصرك كما نصرهم ومنجز وعده في حقك كما كان كذلك في حقهم ثم أمره بأن يقبل على طاعة الله النافعة في الدنيا والآخرة فإن من كان لله كان الله عز وجل له واعلم أن مجامع الطاعات محصورة في قسمين التوبة عما لا ينبغي والاشتغال بما ينبغي والأول مقدم على الثاني بحسب الرتبة الذاتية فوجب أن يكون مقدما عليه في الذكر أما التوبة عما لا ينبغي فهو قوله واستغفر لذنبك والطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام يتمسكون به ونحن نحمله على التوبة عن ترك الأولى والأفضل أو نحمله على ما كان قد صدر عنهم قبل النبوة وقيل أيضا المقصود منه محض التعبد المقصود منه محض التعبد كما في قوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك فإن إيتاء ذلك الشيء واجب ثم إنه عز وجل أمرنا بطلبه وكقوله رب احكم بالحق مع أننا نعلم أنه عز وجل لا يحكم إلا بالحق وقيل إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله واستغفر لذنبك من باب إضافة المصدر إلى المفعول أي واستغفر لذنب أمتك في حقك وأما الاشتغال بما ينبغي فهو قوله وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار والتسبيح عبارة عن تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به والعشي والإبكار قيل صلاة العصر وصلاة الفجر وقيل الإبكار عبارة عن أول النهار إلى النصف والعشي عبارة عن النصف إلى آخر النهار فيدخل فيه كل الأوقات وقيل المراد طرفاء النهار كما قال عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وبالجملة فالمراد منه الأمر بالمواظبة على ذكر الله تعالى وأن لا يفتر اللسان عنه وأن لا يغفل القلب عنه حتى يصير الإنسان بهذا السبب داخلا في زمرة الملائكة كما قال عز وجل في وصفهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون والله أعلم ثم قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لا آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يقول الإمام اعلم أننا بينا أن الكلام في أول هذه السورة إنما ابتدأ ردا على الذين يجادلون في آيات الله عز وجل واتصل البعض بالبعض وامتد على الترتيب الذي لخصناه والنسق الذي كشفنا عنه إلى هذا الموضع ثم إنه تعالى نبه في هذه الآية على الداعية التي تحمل أولئك الكفار على تلك المجادلة فقال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان إنما يحملهم على هذا الجدال الباطل كبر في صدورهم فذلك الكبر هو الذي يحملهم على هذا الجدال الباطل وذلك الكبر هو أنهم لو سلموا نبوتك لزمهم أن يكونوا تحت يدك وأمرك ونهيك يقول ثم إنه تعالى نبه في هذه الآية على الداعية التي تحمل أولئك الكفار على تلك المجادلة فقال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أي إنما يحملهم على هذا الجدال الباطل كبر في صدرهم فذلك الكبر هو الذي يحملهم على هذا الجدال الباطل وذلك الكبر هو أنهم لو سلموا نبوتك لزمهم أن يكونوا تحت يدك وأمرك ونهيك لأن النبوة تحتها كل ملك ورئاسة وفي صدورهم كبر لا يرضون أن يكونوا في خدمتك فهذا هو الذي يحملهم على هذه المجادلات الباطلة والمخاصمات الفاسدة ثم قال تعالى ما هم ببالغه يعني أنهم يريدون أن لا يكونوا تحت يدك ولا يصلون إلى هذا المراد بل لا بد وأن يصيروا تحت أمرك ونهيك ثم قال فاستعذ بالله أي فالتجئ إليه من كيد من يجادلك إنه هو السميع بما يقولون أو بما تقول البصير بما تعمل وبما يعملون فهو يجعلك نافذ الحكم عليهم ويصونك عن مكرهم وكيدهم واعلم أنه تعالى لما وصف جدالهم في آيات الله بأنه بغير سلطان ولا حجة ذكر لهذا مثالا فقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس والقادر على الأكبر قادر على الأصغر لا محالة وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالشيء على غيره على ثلاثة أقسام أحدها أن يقال لما قدر على الأضعف وجب أن يقدر على الأقوى وهذا فاسد وثانيها أن يقال لما قدر على الشيء قدر على مثله فهذا الاستدلال حق لما ثبت في العقول أن حكم الشيء حكم مثله وثالثها أن يقال لما قدر على الأقوى الأكمل فبأن يقدر على الأقل الأرذل كان أولى وهذا الاستدلال في غاية الصحة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة ثم إن هؤلاء القوم يسلمون أن خالق السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى على ما قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فهم يسلمون أن خالق السماوات والأرض هو الله سبحانه ويعلمون بالضرورة أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وكان من حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السماوات والأرض يكون قادرا على إعادة الإنسان الذي خلقه أولا فهذا برهان جلي في إفادة هذا المطلوب ثم إن هذا البرهان على قوته صار بحيث لا يعرفه أكثر الناس والمراد منهم الذين ينكرون الحشر والنشر فظهر بهذا المثال أن هؤلاء الكفار يجادلون في آيات الله تعالى بغير سلطان ولا حجة بل بمجرد الحسد والجهل والكبر والتعصب ولما بيّن الله تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد والجهل كيف يكون وأن الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون نبه تعالى على الفرق بين البابين بذكر المثال فقال وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ يعني وَمَا يَسْتَوِي الْمُسْتَدِلُّ وَالْجَاهِلُ الْمُقَلِّدُ ثم قال وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءِ فالمراد بالأول التفاوت بين العالم والجاهل والمراد بالثاني التفاوت بين الآتي بالأعمال الصالحة وبين الآتي بالأعمال الفاسدة الباطلة ثم قال قليلا ما تتذكرون يعني أنهم وإن كانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل وأن العمل الصالح خير من العمل الفاسد إلا أنه قليلا ما يتذكرون في النوع المعين من الاعتقاد أنه علم أو جهل وفي النوع المعين من العمل أنه عمل صالح أو فاسد فإن الحسد يُعمي قلوبهم فيعتقدون في الجهل والتقليد أنه محض المعرفة ويعتقدون في الحسد والحقد والكبر أنه محض الطاعة فهذا هو المراد من قوله تعالى قليلا ما تتذكرون قرأ عاصم وحمزة والكسائي تتذكرون بالتاء على الخطاب أي قل لهم قليلا ما تتذكرون وقرأ الباقون يتذكرون بالياء على الغيبة ولما قرر الدليل الدال على إمكان وجود يوم القيامة أردفه بأن أخبر عن وقوعها ودخولها في الوجود فقال إن الساعة لا آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون والمراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة ثم قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يقول الإمام اعلم أنه تعالى لما بين أن القول بالقيامة حق وصدق وكان من المعلوم بالضرورة أن الإنسان لا ينتفع في يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى لا جرم كان الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات ولما كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع لا جرم أمر الله تعالى به في هذه الآية فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم واختلف الناس في المراد بقوله ادعوني فقيل إنه الأمر بالدعاء وقيل إنه الأمر بالعبادة بدليل أنه قال بعده إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولولا أن الأمر بالدعاء أمر بمطلق العبادة لما بقي لقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي معنا لما بقي لقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي معنا وأيضا الدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن كقوله عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وأجيب عنه بأن الدعاء هو اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة فكأنه قيل إن تارك الدعاء إنما تركه لأجل أن يستكبر عن إظهار العبودية وأجيب عن قوله إن الدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن أجيب عنه بأن ترك الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل منفصل فإن قيل كيف قال أدعوني أستجب لكم وقد يدعى كثيرا فلا يستجاب أجاب الكعبي عنه بأن قال الدعاء إنما يصح على شرط ومن دعا كذلك استجيب له وذلك الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة وحكمة ثم سأل نفسه فقال فما هو أصلح يفعله عز وجل بلا دعاء فما الفائدة في الدعاء وأجاب عنه من وجهين الأول أن فيه الفزع والانقطاع إلى الله تعالى والثاني أن هذا أيضا وارد على الكل لأنه إن علم أنه يفعله فلا بد وأن يفعله فلا فائدة في الدعاء وإن علم أنه لا يفعله فإنه البتة لا يفعله فلا فائدة في الدعاء وكل ما يقولونه هاهنا فهو جوابنا هذا تمام ما ذكره الكعبي وعندي فيه وجه آخر وهو أنه تعالى قال أدعوني أستجب لكم فكل من دع الله عز وجل وفي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه وأقاربه وأصدقائه وعلى جده واجتهاده فهو في الحقيقة ما دع الله تعالى إلا باللسان أما بالقلب فإنه معول في تحصيل ذلك المطلوب على غير الله عز وجل فهذا الإنسان ما دعا ربه في ذلك الوقت أما إذا دعا في وقت لا يبقى في القلب التفات إلى غير الله تعالى فالظاهر أنه تحصل لاستجابة إذا عرفت هذا ففيه بشارة كاملة وهي أن انقطاع القلب بالكلية عما سوى الله عز وجل لا يحصل إلا عند القرب من الموت فإن الإنسان قاطع في ذلك الوقت بأنه لا ينفعه شيء سوى فضل الله تعالى فعلى القانون الذي ذكرناه وجب أن يكون الدعاء في ذلك الوقت مقبولا عند الله تعالى ونرجو من فضل الله عز وجل وإحسانه أن يوفقنا للدعاء المقرون بالإخلاص والتضرع في ذلك الوقت وأعلم أن الكلام المستقصى في الدعاء قد سبق ذكره في سورة البقرة يعني في تفسير قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ولقف عند قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين